اول حاجة بنعملها يا جماعة اول ما بنزل نسخة وينتوس جديدة هي طبعا تثبيت البرامج وطبعا عندنا يعني كامل من البرامج فالموضوع ده مشكلته انه هو بياخد مجهود وقت كتير جدا انت لسه بنزل نسخة جديدة فبتخش بقى تثبت كل البرامج اللي انت بتحتاجها وعايز تشغالها ايه رأيك بقى لو قلتلك ان انا عندي طريقة هتنزل لك كل البرامج دي حرفيا في ضغطة زر واحدة يعني ضغطة واحدة بس هتنزل كل البرامج ديت بشكل يعني مباشر وهتنزلها كم من موقعها الرسمي فده هيبقى موضوع حياتنا رضا ان شاء الله انا جايب لك يعني خلاصة الخلاصة بس لو انت شفت الفيديو واستفدت مني حاجة ما تنخلش عليها كومنت جميع زيك كده يديني دعم معناوي لايك للفيديو سعيدة بنشر فيديو اشترك في القناة انت او ما تشوفني اقفع الزر الجرس ويلا بينا على الشرح يا شباب ايه طيب يا شباب بنجي عطوله بعد الانترو كالعادة نخش عطول في موضوع الحلقة طيب بصوا يا شباب انا هسيب لكم لينك الموقع ده في صندوق الوصف هو عمتن اسمه وينستول دوت اب او اللي هو ويندوز بقى ستول دوت اب طيب الفكرة كلها ان انت هنا بتيجي في السلش وتحط كل لاسامي البرامج اللي انت محتاج تحملها او محتاج بتثبتها دايما بعد وبتنزل نسخة جديدة وتكتبها هنا وهو بيجيبها لك طبعا هتديكم مثال توتا عشان نفهم الموضوع اكتر يعني بس انا هديكم مثال مسلا على تلات برامج عشان يبقى الموضوع اه سهل او بسيط الحلقة اش طويلة يعني بس انت بالنسبة لك حط بقى عشرين تتين اربعين برنامج براحتك يعني طيب انا هنفترض جدلا ان انا مسلا بعد وبنزل نسخة بحب يسبب تلات برامج معينين يعني هنفترض مسلا اللي هو اولهم فرضا يعني هجيلي هنا كده هنضغط هنا على علامة البلاص دي اضغط عليه هناخد بقى هنا فيه الشروط تحت هوبا نفسكي ظهر كده وفي هنا طيب باعدة كده هنا تاني كده وهقول له مسلا انا عايز اضيف ذا انا باردو ki اساضغط هدغط على طيب الحاجة التالتة مسلا اللي عايز يسببها البديو ناسلا اللي هو المسلا اة اللي هو رامب ده فردا مسلا هاضغط برضوك على علامة البلاص دي هناخد بقى هنا تحت هوبا قى تلات برامج هتيجي بعدك اضغط هنا على بقى هنا خبا اضعو اهم التلات برامج اللي انا اخترتهم. طبعا زي ما قلت لكم انت حط براحتك بقى اي برامج انت عايزه. انا بس بدي مثال. وهتيجي بقى هتضغط هنا على دولود دوت بي اي تي. اضغط عليه هنا كده. هنلاقي في ملف تحمل معنا هنا اهو. ابتحه هنا كده. هتلاقي الملف ده. هناخده مسلا هنا كده. قط والمية عندك على الدسكو طوبة مسلا. طيب هنا هوا. هتيجي عليك هتعمل وتقول له هنا وهتقول له هنا مور انفو. بقى هتقول لنا هنا كده. اهو هيبدأ تلقائي من نفسه. هيبدأ اسابة البرامج. هيعملها طبعا دولود. بقى كان هنا اهو. اول برنامج مسلا مساعة ستة خمسين ميجا بايت. ده خبانة بيعملها دولود. فهي الفكرة يا جماعة انت اعمل بقى سكريبتز ده كده. بمثلا عشرين تيتين برنامج انت بتحملهم عندك. وخد ده يا معلم. حل المية عندك بقى ايه? جوة في الكمبيوترز عينه عندك كده. بعد ما هتنزل نسخة جديدة هتيجي تفتح ديب الاسكريبت ده ودابل كليك عليه. او اللي هو كليك المين يعني. وشوك انا معلم مروح بقى اعمل لك كوبات شاي ولا اعمل لك اي حاجة. هترجع هتلاقي البرنامج ده الواحده او الاسكريبت ده الواحده ونزل لك كل البرامج من موقعها الرسمي وبدأ يسبتها لك بشكل تلقائي وطبيع. حتى ناخد بنا هنا هو الفي الاسي تسبتها هوت. وده البرنامج التين لوا هنا برضو كوا مساحته مية واحد وخمسين. هو بيبدأ يعمل له دا واللود وهيبدأ يعمل له انستول وهيخلصه وهيخش على البرنامج التالت. فانا هوقف كده عشان الفيديو ما يطولش وارجع لكم بعد ما يخلص التالت برامج. وده ها شايفين هو بعد ما خلص التالت برامج خلاص هو الشيص اللي كان قدامك دي اختفت لوحدها او راحت لوحدها. ادي اول برنامج لوا فيه وشغال طبعا عادي جدا هوت. ما فيش في اي مشكلة حقا خالص. شغال هوت. وهدي برضو كبرنامج التين لهوه. ده برضو كهتلاقي شغال معنا عادي خلاص فيش اي مشكلة. والبرنامج التالت هو بس ما لهوش ايكونة هنا. بس هتلاقيه زاهر معنا مسلا في الستارت هنا كده. اللي هو اضغط عليه كده. هتلاقيه شغال معنا هنا هو. عادي خالص. أمتا البنية بها كان موكب تجيبه من هنا. هنا هوت. فشغال معنا عادي خالص. فبس يا شباب دي كانت الطريقة النهاردة زي ما قلت لكم بقى اعمل اسكريبت زي ده كده. حط فيه كل البرامج اللي انت حابب تعملها. وعين بالاسكريبت ده عندك جوة يا معلم. نزل نسخة اضغط على السكريبت. سيبه بقى هو مع نفسه. يعيش مع نفسه. نزل له كل حاجة. حتى هتبقى وفرت وقت ومجهود كبير جدا. فباش رابدا كنتشرح النهاردة. لو عجبتك الحلقة فاتبخش عليها كده ابدأ معناوي لو عبارة عم كومنت جميع زيك. لايك الفيديو وساعدني في نفس الفيديو. ايه لو انت اول مرة شوفني طبعا ومش مشترك في القناة. اتأكد انت مشترك في القناة وفعل زر الجلس. عشان ايه جديد هنزل لك باشعار. وبس كده يا شباب. سلام.